عزت وزارة الزراعة أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك إلى زيادة الطلبة وقلة المنتوج المحلية المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي قاله إن بقاء أسعار اللحوم الحمراء في ضمن معادلاتها المرتفعة يعود إلى عدم كفاية الانتاج المحلي لسد الحاجة فضلاً عن ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين على اللحوم بشكل متزايد وفيما يخص أسعار الأسماك حمل الخزاعي قرر ردم العديد من المحيرات المتجاوزة مسؤولية مباشرة في معادلات شحتها في السوق مضيفاً أن المستورد متوفر بكميات وأسعار تنافسية لكن المواطن يفضل المنتج المحلي